السلام عليكم اذا يا حبيب قلبي عاملين ايه? ياربو كلكو تكونوا في احسن حال فيديو النهاردة هيكون فيديو حلوة يا غلية فيديو النهاردة هيكون فيديو في كده شوية حاجات وتفاصيل ان شاء الله قد تعجبك فيديو النهاردة هيكون فيديو لسيدة اجنبيا هنشوف النهاردة تفاقها وترتيبها وتنظيمها هيكون عامل ازاي وحاجاتها المبدعها في قلبي فيديو. فيديو النهاردة بجد اجمل من رائع مصوتش منه ولا دقيقة شوفيني الاول للاخر لان في تفاصيل كتيرة في الفيديو. هتشوفوها ان شاء الله تعجيبك جدا. ممكن ولو فكرة بسيطة او حاجة بسيطة تخذيها تنفيذيها في قلب بيتك. اخدت بالكم الجو الجميل اللي هي عاملاه تحت ده. يعني حاجة كده. بصوا يعني مش قادرة تكلم والله. طبعا قبل ما نكمل الفيديو. ما تنسوش تحطوا لايكات كتيرة للفيديو. انا عارفة ان انت جميلة وغالية كده على قلبي. وهتحطيلي اللايك زي مانا غالية عليكي. اه او زي ما انت غالية عليها. حطيلي بقى اللايك واثبتي غلوتك كده او اثبتيلي ان كنت لنا انا غالية عندك. حطيلي لايكات كتيرة للفيديو. ولو انت اول مرة بتشوف القناة بتاعتي من خلال الفيديو ده يستيدني وجودك معايا غالية وهتنوري عيلتي الكبيرة طبعا. عيلتي كبيرة وجميلة وما فيش احسن منها على اليوتيوب. عيلة بصوا نوعات رودي دي. عيلة والله العظيم ما فيه زيها على اليوتيوب. هتلاقوا كل عيلتي تحت على القناة من تحت في التعليقات. انزل اكتبي كومنتي محفز. وكمان لو انت جديدة ياريت تكتبيلي تحت في الكومنتات علشان ارحب بك يا غالية. ولو كمان مش مش جديدة ومعايا قديمة بشكرك يا غالية من كل قلبي بشكرك 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 على كومنتك الجميل والله العظيم. مش قادرة اوفي حقوقكو بجد من كلامكو الجميل. الحلو اللي بتكتبهولي في الكومنتات ومش عايزة اذكر واحدة بس عشان ما فيش حد يزعل مني. لأ كلكو والله كلامكو فوق راسي من فوق. ربنا نجازيكي كل خير يا رب. رغيت كتير. اتكلمت كتير. نخشي بقى في الفيديو. زي ما انتو شفتوا كده طبعا هي عندها. انتو شفتوا غرفة الهدوم او. طبعا هي منظمها كتنظيم حلوة جدا طبعا انتو عارفين ان سيدات الاجانب ان هما بيحبوا الحاجات اللي هي بتبقى الوانها مطرقعة شوية. بيحبوا الالوانات اللي هي فيها بهجة شوية. وفيه كمان سيدات مصريين وفي الدول الخارجية اللي برا برضو بيحبوا الالوانات زي. وعايز اقول لكم طبعا احنا في الصيف يعني. تلاتة اربع الناس بتحب الهدوم الفواسح. المهم فزي ما انتو شفتوا عندها. خلصته وزبطته. هنا بقى ده المطبخ بتاعها. ما شاء الله المطبخ بتاعها كبير. الله ما بارك يعني. اه فزي ما انتو شايفين. اه بصوا في كمان برضو كومنت كنت عايز ارد عليه. اه فكان فيه واحدة كتبتلي اه ربنا الجزيكي كل خير انك انت بتدعي لكل حد في قلب الفيديو حتى لو صحبة الفيديو دي. يعني من برا مش 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 عربية يعني اجنبية وكده. اه طبعا لازم والله ان انا اشكر كل حد يعني سواء بقى هو ايه بس يعني انت اولا ان بتشكري والشكر في الاول وفي الاخر بيرجع للشكر للشكر للربنا. فالكلمة الطيبة اه كويسة وان انك تقولي كلمة طيبة وكلمة كويسة دي بتعود لك لو ما عاردش لي كيه بتعود لأولادك. مش شرط ان احنا انه نخش نشتم في بعض ونهزق في بعض ونقول لبعضي كلام. حتى لو مثلا بصوا احنا كلنا بنختلف اراءنا وبنختلف ازواءنا في حاجات كتيرة. ولكن يعني برضو يطلع مننا كلام حلو علشان اه اللي قدامنا حتى يتقبل كلامنا. فهمين قصدي? اللي هو متبقاش بتقولي كلام كده اي حاجة وخلاص ان انت زعلانة او متضايق انا مسلا هي عندها الحاجة دي وانت مش عندك الحاجة دي. فهمين قصدي? فانا لما بدعي لأي حد ابدعي لأي سيدة او بدعي ليكو كمان والله العظيم ببقى فعليا الكلمة خرجة من بقي حقيقي. فالحمد الله شكر الله على كل حال ربنا ينجزوكم كل خير على على كل حاجة يعني. هي هنا طبعا كانت بتعمل كوفي. اه فعملته في المطبخ الحاجات دي وبره خرجتها بره في السفرة بتاعتها. ولكن هي هتكمل معيكو بقية المطبخ بما ان هي كانت بتعمل تنظيفات في المطبخ. فعملت الكوفي بالمرة وحطيته بره على البوفي او على البور بحيث ان هي ان كل حاجة تكون مترتبة ما ترجعش بقى بعد ما تخلص تلاقي نفسها بقى ايه الدنيا مكركبة عليها وترجع تاني تشيل وتحط فده احسن حاجة وده افضل حاجة. كمان عايز افكرك يا غالية لو انت مشتركتش في القناة بتاعتي القناة بتاعتي التانية اسمها حب حياتك وبيتك مع رودي. روح اشتركه فيها لو انت جديدة معي في القناة طبعا يسعيدني وجودك وتبقي تنضم العيلتي هناك في القناة التانية وعايزين هتكبر كده بيكم. يعني مش هتكبر اللي بيكم انتم. فروح اشتركي فيها واسبها لكم في اول تعليق مسبت علشان ايه اللي عاوزها يشترك فيها على طول. بصوا كده حبيبي هنا ده كانت الغرفة بتاعت طبعا اللي انتم عارفينها اللي بتكون معمولة في كل الدول اللي هي بتاعت الخزين. هنا بقى طبعا هي بتعمل حاجة يعني مش كلنا هنقدر نعملها ولكن عجبتني فكرتها. هي هنا كانت بتزود ادراك في التقفيل بنفسها. يعني جابت بقى المكنة اللي هي بتاعت التقطيع. والحاجات دي كلها واشتغلت نجار وزا ما انتم شايفين عملت كده في التقفيل من تحت ادراك او او وحدة تنظيم بتنظم بيها الادراك. فعجبتني جدا فكرتها وعجبتني جدا يعني كشكل من تحت. انت كمان تقدر يتصمميها عندك في بيتك. ولكن مش شرط انت تعمليها يعني عشان في كتير اكيد مش هيعرف يعملها او مش هيعرف يوصل. ان هو يعملها لان لازم الحاجات دي بيكون عندنا ادوات ان احنا نعملها. ولكن ممكن تاخذي الفكرة وتروحي لنجار تخليرة ايايا زبط هالك ويعملها لك. هنا بقى اه طبعا بعد ما المطبخ بيخلص كلنا كده يعني لما بنحس ان المطبخ علينا نظيف وزي الفل والدنيا عندنا اصلا في البيت نظيفة. ببقى حبة كده ان كنت تعملي حاجات حلوة للولاد. فعمل قصدي هناك بتعمل اه اه يعني عملت صانية كده من البسكوت والشوكولتات والتسالي وكمان ايس كريم اه او ايس كوفي يعني بصوا يعني عايز اقولكو ان الحاجات دي بتبقى حلوة جدا جدا وكمان بتنفع الاولاد وعصائر وحاجات كده. هي طبعا ام متزوجة اه ومعاها اطفال صغيرين. فزي ما انتم شايفين يعني ان هي تدلع اولادها او تدلعي نفسك كمان دي حاجة كويسة جدا. خلوص بقى خلصنا المطبخ هنيجي هنا للغرفة بتاعة السفرة. وده البوفي عندها. كانت هنا كانت غسلة الستاير بتاعتها وحطت الستاير كده جبت المصورة يعني وبدأت ان هي بقى تعلق الستاير بتاعتها. عايز اقولكو ان المساء الستاير اللي هي الموسير دي حاجة كده وهم. بجد والله تعرفي بصراحة ان كنت تخسلي الستاير بتاعتك وتنزليها. وتعرفي تخسلي برقع بتاعك عكس ما يكون عندك مثلا ستاير مكالكعة كده مطعفيش تخسلي فيها اي حاجة. يعني انا بفضل الحاجات اللي هي البسيطة. خلاص حطت الستارة وحست ان الستارة فيها كرمشة كده راح اجابت المكوى وكوتها. وبعد كده حطت بقى الترابيزة بتاعتها. الترابيزة بتاعتها سيمبل يا سيدة بسيطة جدا. الترابيزة بتاعتها زي ما انتو شايفين سيمبل جدا. وحطتها كده. وزي ما انتو شايفين ده شكل الغرفة بتاعت السفرة بتاعتها او المكان بتاع السفرة بتاعتها بالشكل اللي انتو شايفينه ده. هنيجي بقى هي عملت هنا دكور حلوة جدا جدا. هنا دي دورة دورة دي موجودة عندنا في كل مكان يعني موجودة وهتتلاقيها كتير. اه تقدري كمان لو ما فيش عندك الدورة دي عارفين فيه طاقم توابل كده بيكون فيه الدورة اللي هي من تحت او او المقعدة اللي هي اه بيقعد عليها التورتة. تقدري تعملي كده. جابت مراية وحطتها عليها. وجابت كريستالات ولزقتها من الجينات كده. وحطت بقى منظم حلوة او صنية حلوة. حطت عليها البرفون بتاعها. عجبتني فكرتها جدا. هنيجي هنا بقى ليه المفروض ان ده عند بيب الشقة. حطت الكنسول او عند الانتري بتاعها يعني او الريسيبشن. اه ده كنسول. عاملاها باللون الجلد مع الابيض. طبعا جلده مع الابيض بقى له فترة تريند يعني. فحلو بصراحة. اه بيرايح الاعصاب وفي نفس الوقت يعني الحية بتبقى حلوة كده. اسألوني انا بقى عليها هوت عشان انا عملت اللون اللي انا بفشته هو. الحاجات اللي احنا بنشوفها. عملت فعلا في الغرفة بتاعتي اللون الابيض فيه الدهبي. اه جددتها كده برضو. والله هي العظيم لو تشوفها انت انا عافية ان انتو فيه من نوكك تصير متابعيني على القناة التانية وعجبهم الغرفة بعد ما تجددت. روح شوفوها لو انت ما شفتهاش روح شوفيها. هتلقوني سايبالكو القناة في اول تعليق مسبت تحت ان شاء الله. بجد والله العظيم حلوة وفعلا فعلا بتريح الاعصاب. يعني انا فعلا حقيقة اه لم يعني فرق اللون لما كان غامق من لما كان غامق لفاتح بجد فرقت معايا بجد والله. هنا بقى رتبت الانتارية وحطت كمان اه كوشنز كده باللون لتشمير زي اللون اللي هي اه حطته تحت الكنسول علشان الالوان كلها تكون موحدة. وفي نفس الوقت اندخلها معايا اللون الدهبي برضو مختلفناش فيها. هنيجي هنا دي ترابيزة بقى. ترابيزة برضو عملها باللون الابيض هي استلس. اه عاملاها ابيض اه في الجلد طبعا الجلد ده اللي هو الاستلس. حطت بقى الدكورات اللي احنا عارفينها الدكورات اللي هي الكتب والانتيكات والشمعيدان بحيث ان هي تدي لمسة جمالية حلوة للشقة وفي نفس الوقت كمان اه يعني يكون شكلها حلو. طبعا هنا دي الالشالات او الحاجات اللي هي بتتحط على الكنب فهي حبت ان هي تبرز آآ جمال الترابيزة. ما تسيبش الحتة اللي تحت دي فضية فحطت كده زي ما انت شايفين من تحت كده الشالات اللي بتحطها كانوع من الدكور يعني. هنيجي بقى هنا لغرفة النوم بتاعتها وهي اخر حاجة غرفة النوم بتاعتها. حبت ان هي تنظفها كده وكمان دي المكنسة اللي هي البخارية بيكون معها آآ آآ حاجات كثيرة تقدر تستخدمها في حاجات كثيرة يعني. طبعا انت شوفت غاسيب بها السرير الكابوتيني بتاع السرير وكل حاجة فهي حلوة. طب افضل حاجة ايه? آآ بصراحة انا شوفت فيديوهات كثيرة. آآ حلوة جدا جدا. هنا كانت الستار بتاعتها نزلتها برضو عشان تخسلها وحطت الستار باللون الدهبي. بما ان هتغير الدكور بتاع السرير فهي آآ حب ان هي ايه? يعني تضبط الدنيا بحيس ان الدنيا تكون معاها آآ متضبطة وفي نفس الوقت يبقى الدكور كله وماشي مع بعضه. والالوين كلها ماشي مع بعضها. شايفين بقى الجمال بتاعها وشايفين الغرفة بعد ما خلصتها بجد شكلها حلوة جدا جدا. والواناتها حلوة. طبعا يعني كراحة نفسيا اهم حيان انت تكوني مرتاحة نفسيا انت مش آآ حد تاني. يعني ممكن مع اختلاف الازواء ممكن حد يقول لا مش حلوة او مثلا امكانيات مش على قدنا. ولكن آآ ناس تقولك مثلا الشكل حلوة هي بتوريكه قبل وبعد عامل ازاي على فكرة. فآآ بس كده. خلص الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكوني الفيديو عجبكو يكون السيدة الكايت معانا عجبتكو. شوفوا الفيديو الجاي واسبكو في رعاية الله وحفظه وهي مع السلامة.